لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار brothers and sisters in Islam أدعى our righteous predecessors used to make prayer to Ramadan which is اللهم بلغنا Ramadan and subhanallah the last couple of weeks and it seems like every year like this right before Ramadan جماد الثاني رجب شعبان the ratio of janazes increases every other day almost here almost يعني في مسجدنا في جنازة هذه العيّة these days oh the news this person had this and this person had that ف look at the dua اللهم بلغنا Ramadan because in Ramadan a chance for forgiveness again يعني رمضان فرصة لكي تعوذ إلى ربك ولذلك ندعو بهذا الدعاء من صام رمضان إيمانا واحتسابا أغفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا أغفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا أغفر له ما تقدم من ذنبه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان brothers and sisters in Islam As we follow the janazes to their burial ground بفضل الله تعالى الله سبحانه وتعالى made it so rewarding يعني لاتباع الجنازة والصلاة عليها فضل عظيم to follow the janazah until it's buried and you observe صلاة الجنازة a great reward and it was recorded في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من صلى على ميت فله قيرات من الأجر whoever observes صلاة الجنازة صلاة الجنازة on a deceased he gets a chunk of reward قيرات ومن and whoever تابع الجنازة حتى تدفن and whoever follows that janazah until it's completely buried he gets another chunk of reward but there is a restriction ايمانا واحتسابا اعرف ايمان اعرف احتساب and it's very sad in our community here when the deceased is Arab you only see Arabs in the janazah when he's Ethiopian Somalian only Somalian I mean the overwhelming majority يعني to be fair hindu back only hindu back in the janazah يعني هذا لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم mention حق المسلم على المسلم ست هو يعني الhindu back ولا الافغاني هذا مش مسلم the right of a Muslim upon another Muslim is six six rights رواية مسلم واذا مات فاتبع جنازته انه لما يمت تتبع جنازته regardless مسلم مش حق الافغاني ولا حق العرب ولا حق الباك لا حق المسلم مدام هذا الرجل يقول لا اله الا الله محمد رسول الله فحق ولكن يعني حتى هذا فرض كفاية like they say الفقهاء this is a communal obligation إذا قام به البعض سقط عن الآخرين بس يعني it shows it shows that the person is really here maybe to I'm not judging intentions here maybe to fulfill some suicidal norms oh the people are gonna see I have died and he didn't come to my janaza لا ايمانا شوف ايمانا واحتسابا that you you observe صلاة الجنازة one and you follow it until it's buried you're doing it seeking the reward from Allah سبحانه وتعالى and doing it sincerely for Allah سبحانه وتعالى not for any other reason ويحدث من المنفعة للميت الكثير يعني الميت يستفيد من هذه and this is one of the occasions when the living can benefit the dead يعني you as a living person can benefit the dead النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثين برواية عائشة وابن عباس الحديث الأول ما من ميت يصلي عليه ماء من المسلمين فيدعون له إلا وقبل الله شفاعتهم any person who passes away and hundred Muslims absorb his جنازة and they make دعاء for him whether في صلاة الجنازة we know صلاة الجنازة is for تكبيرات الله أكبر الفاتحة الله أكبر التشاهد الإبراهيمي الله أكبر دعاء for the deceased اللهم اغفر له وارحم accept unless الله will accept their intercession ولم يروح ورافق when he follows him لل grave يارد لما يتبعه إلى قبري ويقول اللهم ثبته عند السؤال ask الله to grant him steadfastness when he is questioned فهذه شفاعة الميت الحديث الآخر حديث ابن عباس قال أربعون وردت رواية ثلاث صفوف ثلاث لائن ولكن ابن عباس place the restriction لا يشركون بالله شيئا اشترط الإخلاص والفهم الصحيح للا إله إلا الله فاتباع الجنازة rewarding for you and benefiting to the deceased imagine two chunks of reward قيراطان من الأجر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين القيراطين قال يا رسول الله وما القيراطان what are those two chunks of reward قال أجر عظيم مثل جبل أحد وفي الرواية الأخرى أعظم من جبل أحد a great reward like in size the terrain of أحد جبل أحد هذا إخوة جبل كبير مش الهضبة ونطوك نبات هضبة الرما لا الجبل or greater than the mountain of أحد بس very unfortunate يعني يحدث في هذه الجنازات من المخالفات يعني لأن يفرد جنازة to get this reward but there is another kickback في فائدة أخرى ما هي الفائدة الأخرى تذكر الموت تذكر الموت أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم عودوا المريض واتبعوا الجنائز فإنها تذكركم بالآخرة visit the sick follow the deceased to the grave it will remind you with the hear after إنت تعجب الآن المسلم واقف he would stand وبعدين يا إخوة يعني please accept this from me والله you see if I لا أسمع I do not see I do not hear I don't speak I shouldn't be here أهو هذا بلاغ أنا أبلغ عايز تعمل والطياطية مش عايز بمزاجك ما ليش دعو لكن my job is to remind آهو يقف they stand around the grave when a human being بني آد لحم ودم وربما كان يأكل ويشرب معه بيضحط في الأرض ويدفن ألوه أيوة إيه الأخبار no don't make the sale no please do this وكلام الدنيا يعني إذ لم يكن في هذا تذكرة يا أخي ما بال قلبك what is wrong with your heart هذا قلب إن للمرأة تتبع الجنازي there is a banning for women يعني في خمس أقوال I don't want to go through them that is not the place but at least if a sister wanna go she cannot be the vicinity of the burial and she has to observe the manners of a muslim wearing tight pants and having a head scarf and she goes and stands next to the brother والأخ he looks at the deceased ليه يا أختي لماذا تفتني المسلم ليه when you go the burial of a muslim you find a brother placing the picture the picture of his deceased in the grave إيه دا يا أخي دا والله هذه جهلية اتحط سورة الميت على القبر ليه يعني من أين لك هذا where do you get this from يعني where the people of knowledge who were here before where why did not speak about this ليه دا أنا when I go to sleep يا رب I don't want to be buried in this cemetery and I'm telling you if I die now I don't want to be buried in this cemetery للمخالفات اللي فيها hearsay hearsay فما ينفع this doesn't you're a muslim لك شريعة ولك دين you're a muslim you have a شريعة you have a deen you submit to Allah you do not follow your hearsay you do not follow your desire in doing things the deen teaches you how to go to the bathroom وهذا كافر قالها لسلمان كما في صحيح مسلم دينكم معلمكم حتى الخراءة your religion teaches you how to go to the bathroom why don't you submit to Allah in how you follow the جنازة and so forth in the 15 minutes or 20 minutes I have I just want to share with my brothers two hadith hadithan فقط if you reflect upon those two hadith you're not gonna even utter a word حتصمت حتصمت وبقول لك الصمت سايلنس is preferred in three occasions عند سماع القرآن وعند قرآن is recited فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصطه وعند الجنائز is when there is a genازة أصبت أسكت خلي الناس تعتبر let people reflect لكن إنت لما تتكلم تقول آه ده منشستر يونيتد وان يستردي أو مش عارف this bank يقول تلهي الناس تلهي الناس عن العبرة you're taking people away so عند قراءة القرآن وعند الجناز وعند الزحف موضوع تاني هذا الزحف أهو طيب الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه واسمع لهذا الحديث بقلبك والحديث أخرجه البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم إذا حملت الجنازة على الأكتاف والرواية الأخرى على أكتاف الرجال when the genaza is carried on the shoulder of men being taken to the burial place فإن كانت صالحة if the person is righteous and pious قالت قدموني قدموني bring me forth bring me forth let me go let me go ولذلك من سنتنا ألا نؤخر بالجناز كما ورد في صحيح مسلم والبخاري حديث أبي سعيد أولسو حديث أبي هريرة وأبي سعيد أسرعوا بالجنازة make sure that you bury your disease quickly فإن كانت صالحة فخير تقدمون لها يعني وإن كانت غير صالحة خلاص شر تضعوها عن أكتافكم يعني brush with the burial if he is righteous he is going to a good place if he is evil خلاص done if the person is righteous لو كان الرجل صالحة يقول قدموني قدموني الرجل أو المرأة يعني الميت let me go let me go bring me forth bring me forth rush rush وإن كانت غير ذلك and if he or she is not تقول says يا ويلها يا ويلها أين تذهبون بها where are you taking me slow down أبطئ حتى عندنا في البلاد زمان يقول لك يا سلام الرجل ده كان جنازته سريعة الناس ما كانتش ملحق عليه ماشي كلام يعني كلام عامي بس له أصل في النصوص يعني كلام عام عوام لكن له أصل يقول لك ما شاء الله الجنازة جنازة was quick he was like the people would not keep up with him walking and if he is not righteous and pious he says where are you taking me slow down يعني just reflect upon you being in the position of this person what will you be saying imagine yourself in the place of this man تخيل نفسك مكان هذا المكان حتقول إيه حتقول يا ويلها ولا قدموني النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة في هذا الحديث يقول يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق everything hears what this person is saying everything except mankind and if mankind would hear that voice لصعق he would be petrified terrified يصعق وهكذا طيب why this one said let's go and this one said slow down في صحيح البخاري كتاب الرقاق عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين when the prophet صلى الله عليه وسلم says لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الله لقاء whosoever loves to meet Allah the meaning of Allah Allah will love to meet him and whosoever hates to meet Allah Allah will hate his meaning طبعا we know من ديننا you're not the only time you're gonna be able to see Allah is after death اعلموا أنكم لن ترون ربكم حتى تموت in this dunya you're not gonna see Allah period يجيك واحد يقول لك أنا شوفت ربنا مبارع يقول له go take some medication oh oh نعو عائشة كم منتد يا رسول الله look ومن منا لا يكره الموت and who doesn't hate death we all hate death يا إخوة by default we don't wanna die والله لو كنت ولي الله شوف حديث أبي هريرة في البخاري الحديث الإلهي قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم the prophet صلى الله عليه وسلم says قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى says من عاد لي وليا فقد آذمته بالحرب if you have animosity against one of my ولي وبعدين مش ولي اللهم الولي لا ولي اللهم هو رجل يحافظ على الفرائض ويأكي بالنوافل يزيد من النوافل هذا هو الولي مش الولي اللي بتاع الناس لا ولي ما هو الحديث explain الحديث explain وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه and my servant will not find anything that brings him closer to me but that which I made mandatory منهم خمس صلوات the 2.5% رمضان حج if you're able to أهو ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل and my servant will do more نوافل يصوم لاتنين والخميس يصوم عشراء هكذا حتى أحبه until I love him الشاهد في آخر الحديث and when he's about to die Allah says يكره الموت الولي يكره الموت وأكره مساءته فأكل everybody hates death no question فالنبي صلى الله عليه وسلم says to عائشة not that يا عائشة but if the person is righteous and pious لو كان الرجل صالحا عند موته بشر when he is dying his soul is extracted out of his body he is given the glad tiding وهذا قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون يقول ابن عباس عند الموت هذا التنزل this descendants of the angel to give glad tiding to the believers of Jannah عند الموت when he is dying الماء يقول له let's go you go to Jannah then his soul comes out then he loves to meet Allah then Allah loves to meet him بس الرجل الثاني the other one when the angel of death comes to him his angels of punishment those who are right before him they go ابشر ابشر بصخط من الله وغضب come out اخرجي اياتوه النفس الخبیثة oh wicked soul come out to the wrath to the anger of Allah فتفرق روحه في جسده his soul will escape inside his body يكره لقاء الله he hates to come out he hates to come out again this happens while he's going to the janaze while he's going to the burial ground because he was given the glad tiding earlier he knows his soul already ascended to Allah and Allah told him go down for a while he knows that's why he loves let's go take me to my next home I can't wait take me take me but الثاني يقول لك هتاخذني فيه where are you taking me أقول خولي هذا وأستغفر الله لي ولك الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم the second حديث في صحيح مسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث three things follow the deceased to his grave يرجع اثنان two of them stay ويبقى واحد two things will return and one will stay with the deceased يتبع الميت أهله وماله وعمله his family members his sons brothers kins خال عم أخوال so forth أهل ماله his will maybe his son is carrying his wallet in his hand and his cards حلال cards inshallah oh maybe he's driving his car oh maybe maybe he's wearing his clothes ما أعلم and his deeds حسنات and سيئات good and bad two of those return سبحان الله يعني في مسلمين الآن for work for the money for the money he doesn't pray يقول لك أنا معا معلش يشتغل يقول لك تعالى صلي معانا الفيوية عمل عمل عبادنا لازم أنام ومشهر ولذلك سبحان الله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم those two who return عن ذكر الله شايف التحذير كي من دس أري ما شوف السنة والقرآن يا توينز توينز يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله do not allow your wealth your money and your children distract you from the remembrance of Allah what remembers here الصلاة والزكاة هذا هو ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون and if you do this you're indeed a loser تخسر ليه because they will return they will return and leave you سبحان الله يا إخوة والله منظر عجيب يعني a scene out of this world إن انت تضع بذئذن في الأرض you place a person in earth and you put sand and actually to show your love for that person نزل يا ريت وذلك النبي صلى بحديث صحيح ابن حبان يقول تمسحوا بالأرض تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة have a relationship with earth يعني get comforted with earth يعني تمسح اجلس على الأرض كده sit on earth يعني ما تيش تقول على الكرسي all the time حتى in your house don't sit on the chair on the sofa all the get used to earth when you die the only place which will take you is earth أمك منها خلقت أمك طبعا I want to tell you if your son loves you dearly can you keep the body of your father we know Michael Jackson they loved him so much they kept him for 40 days in a fridge stink only earth will take you get used to earth wipe your face in the sense of sujood يعني when you're prostrating واجلس على الأرض sit on earth تمسحوا بالأرض فإنها بكم بر and then we leave the person and come back رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك يحلون the only thing that is left for you is your عمل your deeds good or bad وسبحان الله we were told that these things which are really metaphoric يعني العمل هذا شيء مش tangible it actually gets transformed into a form يعني we know death death you do not know how death looks like الموت مثلا in the day of resurrection will be transformed into a form of a اسموه هذا ها لام مين لام اسموه كبش الديث كبش ويقول لك أثقل شيء في الميزان حسن الخلق the heaviest thing in the scale is your good character do you see the good character you know they used to sell in mcdonald's these transformers the toys called like this the same exact thing with your deeds in the grave it will be transformed into a form of a human being يتحول عملك في قبرك وهذا من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه when we bury the person يعني quickly two angels come question him منكر ونكير who is your lord من ربك what is your religion and what do you know about the sun people say you're gonna ask who's muhammad who's your message you say muhammad there are other worthy what do you know about the sun did you implement the sun did you follow ما هو النبي هذا تسأل عنه في القبر وتسأل عنه يوم القيامة تسأل عن سنته لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن لمن كان يرجو الله لأنك تسأل عن تسأل عن سنته you will be asked about his sun did you follow his sun or did you follow the parents إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارين مهتدون مهتدون we found our parents doing this we're gonna stick to this لا تسأل عن سنت النبي you will be asked about his sun هذا هو الكلام هذا هو الكلام فالشاهد or the important thing is a person is asked three questions who is your lord what is your deen what do you say about the man who was sent to you يقول ربي الله ديني الإسلام والرجل هو محمد if you ask a first grader these questions يعني one of the most amazing thing I heard one of the brothers one time study these questions well study يا راج this has nothing to do with study they go like study make sure that you study this study study لا the issue has to do with what with did you implement these answers or not ما هو did you really your rab is الله or not when you're in trouble did you call ابن الله or did you call ابن CD this ربك الله فعلا did you implement the answers to these three questions in the real life or not in your life or not وَلِذَلِكَ يَقُولُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى and the prophet صلى الله عليه وسلم recited these verses this verse in that occasion في حديث البراء يُثَبِّتُ اللَّهِ لَذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءَ فالشاهدور the important thing is right after this a caller will call my servant spoke the truth cancel هذا الموضوع خالق your servant spoke the truth my servant spoke the truth shroud him from Jannah furnish his grave from Jannah افْسَحُوا لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصْرِ expand his grave as far as his eyesight reaches look at this now then after that by all the sudden a good looking well dressed man appears to this person in the grave شايف أولادك مش your children left oh your children left فلوسك your wealth left oh this person appears أَبْشِرْ I came to give you the glad tiding أَبْشِرْ بِرِضَ مِنَ اللَّهِ وَرْضُوَانُ so that this is you look at him and say وَأَنْتَ أَبْشِرْ and also when I give you glad tiding وَاللَّهِ وَجْهُكَ وَجْهُنْ حَسَنْ you have a cheerful good face your face brings good things and then you say look 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 أنا عَمَلُكَ الصَّالِحُ أَهُو I am your righteous deeds والله يُقْسِمُ لَهُ بَيْا اللَّهِ مَا عَلِمْتُكَ إِلَّا سَرِيعًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ بَطِيئًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ I only knew you fast quick الله أكبر الله أكبر صلاح time to go لا التاني يقولك let me finish the there is over time إن شاء الله تقول quick تتركه وليس صليش بقي سريع يعني when you're asked to give for the sake of Allah quick quick slow once it comes to the disobedience the other side the person is not going to say my lord who is your lord you're going to say ah 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 I don't know what is your religion ah 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 I don't know what is it for the Islam what is your what do you say about the man who sent you well I am Muhammad maybe Muhammad well do you know about his sunnah well I heard the people saying this and this and this and this وَلَا يَعْرَفْ أَخْرِ لَا فِي الْأَخْرِ يَدْعُ عَلَيَّ يَقُلْ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَوْتَ يَا رَاجِل the wrath of Allah upon you well you also ya rajil your face is an awful face who are you I'm your wicked deeds I'm your sins أنا سيئاتك أنا عملك الخبيث والله I only knew you so slow once it comes to the obedience of Allah so fast once it comes to the disobedience of Allah فَأَغَيْنَ if you're following the janazah and you see your brother down there hey reflect and see what kind what kind these are meanings that you can reflect upon it as you follow the janazah brothers and sisters in Islam in closing it happens that we have a janazah but after the second salah inshallah if you can stick and inshallah you can follow the janazah and pray the janazah it's after the second salah inshallah a reminder in two minutes inshallah wallahi I had a very rough year this last year in this community and subhanallah I'm not complaining it's part of the package but you know الإحسان academy last Wednesday went to Crescent View to give the 8th graders an option an option you know before they never had an option they finish Crescent View 8th grade public schools fitna على طول go to mixing go to marijuana weed everyone ratio read their ratio condoms distributed sexuality culture of sexuality now we're talking about men and women can go ahead يا أخي والله it feels so good and I just wanted to say to all the brothers who contributed to الإحسان academy last year and kept it alive and إن شاء الله it will have another year بإذن الله أَوْنَ تِلْدِمْ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا yes we had almost 11-12 students who benefited so much from the program you know when they came the first week into the because we have them here I put my hand right here because I saw some you know youth who are really doing weird things والله يا إخوة by الله I witnessed the transformation of these young men ما شاء الله he started coming to the salah sitting in the line I saw one of them teaching in our weekend program the Taqee school this is but again if there is only one benefit that you got out of your donations to الإحسان last year is the fact that we went out there to Crescent View Academy we sat with 20 students who will be graduated Crescent View doesn't offer 9th, 10th, 11th we told them you can come we are an option we're not going to force you but we are an option for you right away I remembered the quote Allah Ta'ala فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض as you know Allah سبحانه وتعالى said a parable with good and evil how they normally evil is like a foam on the top of a running stream but if this current keeps going the foam goes to the side gradually but this is the fitna so what benefits people stays but the foam will go and if you go to the foam it will go away بفضل الله we have a vision for the community the vision is a community center where we will include everybody those who are on board now and those who will be on board later and we're having a fundraising in June 3rd it's again another thing that we can help our youth nourish them wallahi ya ikhwah last week I was in Toronto Canada out of this world where is ahead of us where is ahead of us let's do this so maybe we'll see it in the grave when they leave us alone let's do this project the community center let's believe in it it's a vision please today do not leave without purchasing your ticket it's in June 3rd mark your calendar we need you out there that day we're inviting other speakers the flyer is out there but please today do not leave without contributing to that good person who will come in your grave after they leave you alone and give you a glad tiding allahum afeel lana dnubana waiserafana في emrina wathbett اقدamana وانصرna على القوم الكافرين allahum arina lhaq haqqa وارزقna اتباع wa arina lbاطla bاطla وارزقna اجتناب aقول قول هذا و اشتركوا اشتركوا